احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية باوم الزراع العربي وذلك تحت شعار معنا لبناء نظم زراعية غدائية عربية مارنة وقدر على الصمود وتحقيق الأمن الغدائي حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين الزراعيين من مصر والدول العربية الاحتفالية تعقد تزامنا مع التحديات المتعظمة التي حدثت إطرة تغيرات المناخية الراهنة انطلاقا من الدور الهام لقطاع الزراعة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل للدول احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربية تحت شعار معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مارنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي الاحتفال جاء برعاية وزارة الزراعة وحضور عدد من مسؤول القطاع الزراعي في مصر والدول العربية الذين أكدوا أن الاحتفالية تأتي في ظل وجود تحديات متعظمة جراء التغيرات المناخية علاوة على تحديات أخرى تحتم العمل والتشارك والتنصيق في سبيل تعزيز مرونة النظم الززائية العربية نعلم جميعا التحديات التي تصاحب النظم الزراعية صاحبة الريادة والسيادة في توفير القزاء للعالم والإنسانية لذلك حريم بنا أن نقف وقفات جادة في كيفية تمكين هذه النظمة الزراعية من الاستدامة والمحافظة على مقدرتها على الصمود لذلك هذا اليوم مميز جدا لأن التحديات أيضا في عالمنا اليوم تحديات كبيرة فلا بد لنا من وقفات اعتبارية الأهمية تكمن أنه يأتي ضمن الإرهاصات الإيجابية التي تقوم بها جامعة الدول العربية من خلال اللقاء التشاوري أنا أعتبر قمة زراعية بامتياز حدثت بالأمس في الجامعة العربية بدعوة كريمة من عام الجامعة لوزراء الزراع العرب ونتج عنها عدد لبأس به من التوصيات الأبرز فيها هو موضوع الأمن الغذائي كأولوية في عالمنا العربي الاحتفالية شهدت ورشة عمل حول بناء أنظمة زراعية غذائية عربية مرنة وقادر على السمود وتحقيق الأمن الغذائي لتناول جهود الدول العربية في مجال تعزيز مرونة النظم الزراعية الغذائية ودور المنظمات العربية والإقليمية والدولية في دعم جهود الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة الصدمات والأزمات هذا الاحتفال احتفال الزراع اليوم العربي للزراعة احتفال مهم جدا لأنه يأتي في إطار هذه التحديات بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية فهذا الموضوع شقالين فيه له فترة وفي قرارات صدرت من قمة الجزائر والآن دخلين على التحضيرات للقمة التنموية الاقتصادية ستكون في نواكشوت وهذه القمة ستكون بعنوان الأمن القزائي التغيرات المناخية هي تحدي كبير للعالم بشكل عام وبما فيها البلدان العربية ولذلك كل المنظمات الدولية تشعر أنها شريكة في مواجهة هذه الظاهرة التي أضرت حقيقة بالأمن الغذائي هذا الأمن الغذائي الذي يعتبر هو أمن قومي وسلطة مطلقة لكل الشعوب هناك جهود تبدل في الإجماع العربي بشكل عام هناك أوراق عمل قدمت محوظة تنفيذ وهناك إجراءات تم العمل عليها خلال الفترة السابقة وأمس تدللت هذه الجهود بتمغض عنها مجموعة من الكرارات أهمها تشكيل لجنة عربية هامة برئاسة المملكة العربية السعودية لدول الأعضاء في المنظمة العربية للوقوف على أهم التحديات الإقليمية والعربية التي أصبح كهل يهدد العالم أجمع والمنطقة العربية بشكل عام احتفالية هامة تأتي في وقت تتمتع فيه مصر بنهضة زراعية كبيرة تحدث عنها الحضور حيث أشادوا بجهود الرئيس السيسي في زراعة مئة مليون شجرة ومشروعات الريف المصري فضلا عن مشروعات زراعية أخرى جعلت من مصر تجربة فريدة وهامة في القطاع الزراعي تمكنت من وضع حلول للوصول لأنظمة غذائية مرنة وشجعت على الاستثمار في قطاع الزراعة محمود جميل التلفزيون المصري